تظل العملية التعليمية أساساً وثيقاً لتحقيق التنمية الوطنية وبناء جيل قادر على النهوض بالأوطان وتطوير حياة الفرد والمجتمع في شتى المجالات كما يعتبر نجاح العملية التعليمية هدفاً أساسياً تسعى الجهات المعنية إلى تحقيقه ففي محافظة تعز ومحافظات يمنية أخرى دشنت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد 2024-2025 حيث حددت الوزارة يوم الثامن عشر من أغسطس موعداً لبدء العام الدراسي الجديد في عموم المحافظات توجه مبنائنا الطلاب وقطاعنا التربوي في الثامن عشر من أغسطس إلى فصولهم الدراسية وإلى مدارسهم حيث توجه 540 ألف طالب وطالبة إلى فصول الدراسة موزعين على 948 مدرسة حكومية و180 مدرسة أهلية هناك 18 مدرسة الآن قديدة في طور الإنشاء وإن شاء الله تسلم في الشهر الأول من بداية هذا العام كل هذا الكم الهائل سيعمل إن شاء الله خلال عام دراسي كامل بكل قوة ونشاط وحيوية نتمنى من أبنائنا الطلاب وإخواننا المدرسين أن يكون هذا العام عام متميز عن سابقه وكما كان العام الماضي متميز عن سابقه أيضاً بدأ العام الدراسي باستقبال الطلاب للتسجيل من 4-8 أغسطس 2024 وتم تدشين العام الدراسي يوم الأحد 18 أغسطس وكان الإقبال كبير جداً بالنسبة للطلاب وبسبب الظروف المحيطة فينا طبعاً تم سحب طلاب كثير من المدارس الخاصة وتم استيعابهم واستقبالهم لدينا في مدارس محافظة تعز شهد أول يوم دراسي إقبالاً وانضباطاً ملحوظ من قبل الكوادر التعليمية وجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية يوم دراسي جديد وتطلعات جديدة من قبل الكوادر التعليمية والطلاب بعام دراسي يحظى باهتمام أكبر وبحلول جدرية لمشكلات ومعوقات تواجه التعليم الذي أرهقته سنوات من الحرب وهنا نفتح العام الدراسي الجديد بكل حفاوة وترحيب نستقبل طلابنا من جميع المحافظات طبعاً الكثافة الطلابية هذا العام زادت بفضل بعد أن تم فتح قولة القصر الكثافة كثيرة الطلاب متوافدين لازلنا نسجل حتى اليوم الآن عدد طلاب المدرسة قد ما يقارب الألف والمئة لألف والمئتين والحمد لله على ذلك نتمنى من الجهات الأخرى أن تغلق لنا التسجيل وكي نستطيع أن نعمل داخل المدرسة بكل ذمة وضمير مع هيئة التدريس أيضاً نريد عودة المدرسين النازحين خارج الوطن خارج المحافظة في إب في صنعاء في الحوبان نطلب من الجهات المعنية إعادة المدرسين إلى مدارسهم وإلى محافظتهم تعيز الحبيبة بداية أرحب بقناة السعيدة في مدرستنا لهذا اليوم وهو الأول يوم دراسي للعام الدراسي 2024 و2025 الذي اليوم دشنا من قبل محافظة المحافظة الأخ الأستاذ نبيل شمسان والأخ مدير مكتبة التربية والتعليم بمحافظة تعيز الأستاذ عبدالباسع شداد وبعض الحضور الذين حضروا معهم وأيضاً وجود الكادير التربوي داخل المدرسة ووجود إدارة المدرسة وأيضاً هناك وجود كبير وحضور كبير لطلاب المدرسة وطالبات المدرسة من الصف الأول الأساسي إلى الصف الثالث الثانوي كان الإقبال كبير والعداد كبير في أول يوم دراسي كما أقرت الوزارة موعد اختبارات النقل للفصل الدراسي الأول في الأول من ديسمبر من العام الجاري والخامس عشر من ديسمبر بدء إجازة منتصف العام الدراسي ولمدة أسبوع على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الثاني والعشرين من ديسمبر من العام 2024 كما حددت إجازة شهر رمضان وعيد الفطر بدءاً من عشرين مارس 2025 عام دراسي معقود عليه بالآمال لسيما في ظل الصعوبات التي تعيشها البلاد وتعترض العملية التعليمية ترجمة نانسي قنقر